عدن ما بعد السقوط للمجهول إلى أين سكتت البندقية بعد أن أنجزت مهمتها بإسقاط أهم قلاع الشرعية ورمزية الدولة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن لأنطق بعدها التحالف مؤخرا بصوت متثاقل بعد أن عم صمته الأرجاء أثناء استمرار المسرحية الهزلية طالبت دول التحالف الطرفين بوقف إطلاق النار في عدن ابتداء من الساعة الواحدة بعد منتصف الليل وقد انتهت المعارك أساسا قبل حلول الليل بعد هزيمة قوات الشرعية وانتصار الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات دعا التحالف تشكيلات الانتقالية العسكرية إلى العودة الفورية إلى مواقعها والانسحاب من المواقع التي استولت عليها وعدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة ملوحا باستخدام القوة في حال لم يتم الانسحاب سقطت عدن العاصمة الثانية للدولة اليمنية أمام مرأة الإقليم والجوار وبتواطئ منه سقطت في يد الميليشيا التي ترعرعت وتوسعت بمال وسلاح التحالف والتي أسسها لتكون حجر عثرة أمام الشرعية في المناطق المحررة لتتضخم بعدها وتلتهم ما تبقى من المؤسسات الشرعية في عدن كعادتها في التدخل متأخرة دائما وبعد خراب مالطا كما يقال دعت السعودية الحكومة اليمنية وأطراف النزاع في عدن لعقد اجتماع عاجل في المملكة لحل الأزمة بين الطرفين ساوت السعودية بين الشرعية والمتمردين بدعوتهما كطرفين إلى طاولة الحوار تحت تأثير نشوة النصر أردا على دعوة التحالف لهم بالانسحاب من الموقع التي سيطروا عليها أكد نائب رئيس الانتقالية الجنوب هاني بن برايك ثبات موقف الانتقالي وما أسماها بالقوات الجنوبية وعدم التفاوض تحت وطأة التهديد في إشارة إلى دعوة التحالف بالانسحاب وتلويحه باستخدام القوة باستراتيجيتها الجديدة التي أعلنت عنها بإعادة التموضع أسقطت أبو ضبي العاصمة المؤقتة عدن في يد ميليشياتها كما أسقطت صنعا بيد ميليشيا الحوثي لواجه اليمنيون مصائرهم المجهولة بشرعية هشة خاوية لم تستطع مواكبة الأحداث ولا الاستفادة من أخطائها حملت الشرعية بلسان خارجية اليمنية الانتقالية الجنوبي والإمارات تبعات الانقلاب في عدن الذي أدانته لكنها عادت لتقبل بالدعوة السعودية التي تساويها بالمتمردين مزيدا من التنازلات تقدمها الشرعية للميليشيا حتى تجد نفسها مجردة من قوتها معاجزة عن فعل أي شيء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر